هذه أبرز العناوين مدرب المنتخب الوطني يعيد صانع ألعاب جديد للمنتخب في المعسكر القادم مونشستر يونايتد الإنجليزي يورط لاعب لوسط المغرب سفين أمر رابط في أزمة كبيرة الرقراجي يمنح مهلة لأربعة أسماء قبل اتخاذ قرار حاسم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدرب المنتخب الوطني يعيد صانع ألعاب جديد للمنتخب في المعسكر القادم من المتوقع أن يعود متوسط ميدان نادي السانتتين الفرنسي بنيامين بوشواري لمعسكر المنتخب المغرب خلال الشهر المقبل بعدما كسب تقتل مودري بوليدر جراغي بعدما تواجد مؤخرا مع المنتخب الأولمبي وقدم مستوى كبير جعل الإدارة التقنية للمنتخب الوطني تفكر في إعادته إلى الفريق الوطني الأول من جديد وتألق بوشواري في مباراته الأولمبيا المغربي أمام العراق والدومينيكان مما سيساعده على العودة للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة حيث تواجد في معسكر المغرب لوديته البرازيل والبيرو وكذلك وديته بوركينفاسو في فرنسا قبل أن يتم استبعاده في مباراته الكوديفور وليبيريا وكذا موقع كورا أن مدير بالمنتخب الوطني وليد رجراغي سعيد للغاية بأداء لعب الأولمبيا المغربي في معسكر أكتوبر ومسرور كثيرا بمستوى بوشواري ولذلك قرر إعادته لأجواء المنتخب الأول وتلقت دولي المغربي بوشواري العديد من العروض من أندية كبيرة تسارع للتعاقد معه في المركات الشتوى القدم مدما كان مطلوبا للعب في النجم الأحمر الساربي خلال المركات الشتوى المقبل ويعتقد رجراغي أنه سيكون مفاجأة الأسود في كأس أمم إفريقيا مونشستر يونيتد الإنجليزي يوريط لاعب الوسط المغربي السوفيان أمرابط في أزمة كبيرة أشارت تقرير صحفي إلى وجود أزمة فنية في مونشستر يونيتد الإنجليزي بعد إصابة لاعب الوسط المغربي السوفيان أمرابط وغيابه عن مباراة المغرب بفترة التوقف الدولي المنتهي أمام الكوديفور وليبيريا ووفقا لما أوردته صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانيا فإن إصابة أمرابط تمثل انتكاسة جديدة لمونشستر يونيتد في إشارة إلى أهمية الدولة المغربية الكبيرة في تشكيلة الشياطن الحمر تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تنهاك وتعدل المغرب بهدف لمثله مع الكوديفور والديان قبل أن يهزم ليبيريا بثلاثية نظيفة في ختم التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس أمام إفريقيا وحسب مراقبين فإن غيب أمرابط أترى بصورة واضحة في مردود أصد الأطلس بكلتا المباراتين الرجراجي يمنح مهلة لأربعة أسماء قبل اتخاذ قرار حاسم يتجه ولد رجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لإجراء بعض التعديلات على القائمة المستدعات لمباراة إيرتياريا وطنزانيا في شهر نوامبر المقبل برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفية الأفريقي المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك عام 2026 وكشفت صحيفة العربية الجديدة أن وليد رجراجي مدرب الأصود لم يكن راضيا عن مستوى عدد من اللاعبين وأيضا عن بعض اختيارتها الشيء الذي قد يدفعه إلى مراجعتها خلال المعسكر التدريب المقبل وضفت الصحيفة أن هناك أربع أسماء مرشعة للإستبعاد على الأقل من القائمة النهائية التي سيكشف عنها رجراجي في نوامبر المقبل وذلك لفتح المجال لبعض اللاعبين المجاربين الذين غابوا عن مباراة السحل العاج وليبريا بالسبب الإصابة وتبع المصدر نفسه أن الناخب الوطني قد يمنح فرصة أخيرة لبعض الأسماء لإثبات مكانتهم قبل الحسم بشأن مشاركتهم في كأس أفراقية بالكدبوار واختمت الصحيفة إلى احتمال غياب بعض الأسماء في مباراة إلتيريا وطنزانيا قبل اتخاذ القرار الحسم الرجراجي يعتر على بديل السوفيان أمر بطأ قدم الدولي والمغربي أسام العزوزي لعب بولونيا الإيطالي أورق اعتماده إلى المنتخب المغربي بعدما بصم على أداء جيد في أول ظهور له مع أصود الأطلس خلال مباراة لبيري التي جرت يوم الثلاثة الماضية على ملعب أدرال بمدينة أقادير لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهل إلى نهائية كأس أفراقية للأمم وخلف الظهور الأول للعزوزي في المنتخب الأول بعد تألقه سابقا مع منتخب التحت الثلاثة والعشرين عاما خلف إرسيحا كبيرا لدولد رجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي الذي يبدو أنه عثر أخيرا على ضالتها التي كان يبحث عنها منذ مدة طويلة لإيجاد بديل مناسب لسوفيان أمر بطلعب مونشستر يونايتد الإنجليزية وجر براجراجي في هذا المركز عدة لعبين أمتالي حيا جبران لعب الويدادة المغربي وأنوسير مزراوي الظهير الأيمن لباير ميونيخ الألمانية وأمير ريتشارتسون متوسط ميدان لهافر الفرنسية غير أنهم لم يقدموا المستوى الذي كان يترقبه المدرب والجمهور الرياضية المغربية وأجمع المحللون على أن العزوزي قدم مستوى كبير خلال مباراة لبيريا وتمكن من فرض نفسه في وسط الميدان الدفاعي ليكون خلفة لسوفيان أمر بطلعب عن المغرب موندو شتنبر الماضي وذكر موقع وينوين أنه علم من مصدر مقارب من الرقراجي أن هذا الأخير أن العزوزي بعد المباراة وأكد له نجحه في تغطية مركزه بشكل جيد في أول مشاركة له برفقة المنتخب الأول لا سيما بعدما فاز في غالبية الصراعات التنائية وغياب الأخطاء في التمريرات ومساهمته في تقديم الدعم اللازم للهجوم والدفاع على حد سواء وتحرك العزوزي بشكل مثالي في الملعب بكل حريتنا ولعب دورا في تكسير هجمات المنتخب الليبيري كما أظهر الدكاء كروي اللافتا من خلال تدخلته في الوقت المناسب لوقف الهجمة المرتدة لللاعبين الليبيريين الذين حاولوا استغلال الفراغ الذي خلفه اللاعبون المغرب في أثناء ضغطهم على مرمى الضيوف وهو الضور الذي يتقنه السفين أمر رابط باقتدار وانسجم العزوزي بسرعة مع لعب هجوم ودفاع المنتخب المغربي كما أن تحركات في وسط الميدان وقفت سدا منعا أمام سلالة لعب المنتخب الليبيري رغم صغر سنها الشيء الذي قد يكون له انعكاس على مصاره مع المنتخب مستقبلا وفرض اللاعب الشاب نفسه على رجل راكي بعد أن كان بديل أمر رابط مصدر قلقين بالنسبة إلى مدرب المغرب منذ توليه منصب المدير الفني للمنتخب إلى درجة أنه رفض الاستغناء عن خدمة النجم مونشستر منايتد في مونديا القطار رغم إصابته في أسفل الظهر إذ لجأ الطاقم الطبي المغربي إلى حقنه بمواد مخففة للآلام حتى يتمكن اللاعب من المشاركة في ظل غياب بديل مناسب له في وسط الميدان الدفاعي عندما نمتلك الكرة يصبح مهاجما وعندما نفقدها يتحول إلى مدافعة أشهد مدرب باريسان جورمان لويس إنريكي بالأدوار التي يقوم بها اللاعب المغربي أشرف حكيم في الملعب ويأتي ذلك عقب مساهمته بهدف وتمررة حاسمة في انتظار الفريق الباريسي على استدرين بثلاث أهدف لهدف الحساب الجولة السادسة من الدور الفرنسي وقال المدرب الإسباني في ندوة زعفية عقب انتهاء المواجهة عندما نمتلك الكرة يصبح مهاجما وعندما نفقدها يتحول إلى مدافعة وأكمل حديثه قائلا طلبت منه تغيير مركزه والبحث عن المساحة في لقطة الهدف يجب تهنئته لأن ما يقوم به يعجبني يشار إلى أن حكيم سجل أربعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم ثلاثة في الدور الفرنسي وهدف في دور أبطال أوروبا أمام فريقه السابق بروسيا دورتموند